مع السلامة ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لوفي كيفما تعودتم في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة قومت نوع على اليوم بيش نحكيه على تهشيم ساحة الشهيد شكري بالعيد وسط مدينة جندوبالا يرحموا ونعموا وإن شاء الله ربي كسا في دين لقامت بهذه الفعلة الشنيحة حيث عمد فجر اليوم الخميس 13 شميع 2021 مجهولون آك الفجر على خطرهم جرذين على خطرهم من جموش رواحهم قدام الناس على خطر من جموش يواجهوا يمشيوا في الظلمة كما الخفافيش إلى تهشيم ساحة الشهيد شكري بالعيد بشراء لحبيت بورجيبة بمفترق شراء النخيل بمدينة جندوبا على خطر من جموش يقوموا بعمليات إرهابية كل خلية يفقوا بها ويشدوها آخرتها الخلية اللي فيها 14 في وليت الكيف شدوها ما عادش عندهم ما يعملوا قالوا يقولون بروا حتى وترولهم أعصابهم وكسروا حاجة اتمسهم كما تعرفوا ساحة الشهيد شكري بالعيد عنينا برشا هذي كان ليش هو ما يقول لك خنعملوا فيهم شوية شوشرة في مفترق شراء النخيل بمدينة جندوبا واستفاق أهل المدينة على أثار هذا الاعتداء الهمجي والغير مسؤول حيث تم تهشيم اللوحات الرخامية التي تحمل صور الشهيد أو بعض أقوله المأثورة المنحوطة عليها وكذلك تهشيم الواقعات الحديدية للحديقة والأزهار والمغروسة بها وهو ما ألحق الضرار كبيرة بالساحة والجدران الرخامية التي تم تركيزها منذ ثلاث سنوات بإنجاز من الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبا تخليد لذكر شهيد الوطن وإمن الجهة شكري بالعيد هذا وقد تم الاعتداء والتهشيم للساحة رغم وجود الكاميرا عملاقة تم تركيزها وسط الساحة هذا وقد تم فتح تحقيق أيضا في الحادثة لمعرفة الضالعين في هذا العمل التخريبي وسط إدانة وستنكار من طرف الحقوقيين ونقابيين ومكونات المجتمع المدني والمنظمات بجندوبا التي طالب تكشف هاوية المعتدين ومحاسبتهم يكشفوا عليهم ويحاسبوهم بعثينهم هما بيدين كيف يكشفوا عليهم بربي حسبين الله ونعم الوكيل لا تنسوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس ونقول لكم باي باي ترجمة نانسي قنقر